اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في كافة القطاعات والحفاظ على استدامة حصوله عليها وفق ارقى مستويات الكفاءة باعتبارها ركيزة اساسية لجهود الحكومة في خدمة المواطن جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر لقضيبية صباح اليوم لعدد من افراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين حيث تطرق سموه لعدد من الموضوعات التي تهم المواطنين وخلال اللقاء نوه سموه الى ما حققته مملكة البحرين من تقدم في شتى المجالات بفضل تكاتف ابناء البحرين وجهودهم المتميزة التي اسهمت في رفع اسم المملكة وتعزيز مكانتها اقليميا وعالميا واشار سموه الى ان القطاع الصحي في مملكة البحرين يحظى بكل الدعم والاهتمام وان الحكومة تعمل باستمرار على تحسين جودة الخدمات الصحية والتوسع في توفير المستشفيات والمراكز الصحية ودعمها بكل الموارد والامكانات اللازمة لضمان حصول المواطن على اعلى مستويات الرعاية والعلاج واثنى سموه على ما تزخر به المملكة من كفاءات وخبرات طبية متخصصة في القطاع الصحي مشيدا سموه بجهود العاملين في هذا القطاع وما يقومون به من جهود متميزة لتقديم خدمة صحية حديثة ومتطورة تعزز من صحة المواطن اشتركوا في القناة